أثارت الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وسلم التي أعادت نشرها صحيفة تشارلي إبدو الفرنسية جدلاً واسعاً بما أحدثته من موجة احتجاجات عارمة بين المسلمين في العالم تطورت إلى دعوات وحملات لمقاطعة فرنسا ومنتجاتها بعد أن أبدى الرئيس الفرنسي دعمه للصحيفة وما تنشره من رسوم ساخرة الرئيس الفرنسي وتحت ضغوط الاحتجاجات وحملات المقاطعة حاول بالظهور في مقابلة على إحدى القنوات العربية تبرير موقفه مدعياً أن تصريحاته حرفت وأن الصحيفة مستقلة ولا تمثل الحكومة الفرنسية وأنه إنما يدعم حرية الصحافة وحق التعبير عن الرأي الذي هو إحدى قيم العلمانية التي تتمسك بها الجمهورية الفرنسية لكن عرض هذه الرسوم على إحدى المباني الحكومية في فرنسا لا يدعم الدعاءات ماكرون في عدم تبني الحكومة لهذه الرسومات المسيئة كما أن اعتراضاته وسخطه على منتقديه والساخرين منه في وسائل الإعلام لا يؤيد الدعاءه دعم حرية التعبير ولا تبدو الجمهورية متمسكة بهذه المبادئ التي يزعمها ماكرون حين يتعرض صحفي عتيق لطرده من إحدى الصحف بسبب نشره رسوما ساخرة ضد ابن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وحين تنهي صحيفة أخرى تعاقدها مع صحفي آخر لأنه نشر رسوما ساخرة من ماكرون نفسه ظواهر تثير تساؤلات عديدة حول حقيقة الشعارات التي يتذرع بها ماكرون لتبرير الإساءة لأسرع الديانات انتشارا وثاني أكبرها حضورا في العالم كما تفتح التساؤلات حول حدود الحق في ممارسة حرية التعبير ومتى تتحول إلى إساءة واعتداء على الآخرين اشتركوا في القناة